مرسي قرارة المدير الفني للنادي الاهلي قرر انه يعمل اعداد او يعمل برنامج تأهيل خاص لانتوني مودست مهاجم الفريق هو اللي يعمل البرنامج ده يعني مرسي قرارة اللي يعمل لمودست البرنامج ده بنفسه عشان هو عايز يشرف على البرنامج عايز يتطمن على مودست عايز يشوف مودست هيكون تأثيره ايه مع الفريق الفترة اللي جاية وطلب يكون فيه تقارير يومية عن حالة اللاعب وما وصل اليه من حالة بدنية قبل مشاركته في المباريات كلها تخد بالك واصل في مودست جدا 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 يعني اعتقد ثقة في محله لسه ما فيش امارة مودست ما عملتش حاجة في المباريات يقولها قدام المصري بس اتصور ان مودست هيفري كتير او معناته وتقعد تخيل لو مودست ده كمان طلقه ماشي زي ما بيقوله مع الوحشية اللي الاهلي بيشتغل بيها هجومية ديت هجوم كاسح في ادخال بقى مودست كمان بقى عندك مواجم كمان قوي جدا وبيسجل حطير الاهلي عامل منشستر سيتي افريقيا اللي هو وحش بيلعب كده اللي هو انت تقول ربنا يسطر وانت بتلعبه منشستر سيتي هو كده في انجلترا وفي اوروبا منشستر سيتي كده اللي هو هلعب منشستر سيتي النهاردة اروح له منين ولا منين هو كده منشستر سيتي لا هتروح له من دي بروين هتروح له من برناندو سيلفا هتروح له من طوعا هالند هتروح له من جريليش هتروح له منين حتى رودري هتروح له منين ما فيش كل حتة فيها البارز هتروح له من كل حتة فيها جول كل حتة فيها جول النهاردة كلها كمان طلب من الجهاز الطبي تقارير يومية من مفصلة عن حالة عمر السلية وايضا كريم ندفد وكذلك محمود متولي عشان يعرف موعد عودتهم من الاصابات احنا كنا قلنا في وضوان سلاسة سبيع سبيع التلاتة هيشاركوا ان شاء الله في مران الاهلي الجمعين تخيل تلسه عندك محمود متولي وعمر السلية وكريم ندفد بعيد لسه حكاية يعني طيب العام الأخيرة الكهرباء بدأ يتواصل مع المحامين الخاصين به عشان يشوف مصير غرامته مع نادي الزمانك تعرفين لايه 2.4 مليون دولار بغرامات التأخير يعني خصوصا انه طلق بعض النصائح انه لازم يوم 7 اكتوبر يكون مسدد الفلوس يعني ما فيش مهلة تانية كده باستخد تعرفين كل شوية في كهرباء دي اطلع لك حكاية كده مهلة هنا نأجل هنا نأجل مش عارف ايه بس الكلام دلوقتي انه لازم يدفع الفلوس قبل 7 اكتوبر القادم ان شاء الله 2.4 مليون دولار لصالح نادي الزمانك ده فيما يخص اخبار النادي الاهلي